فلو تكلمين عن أنواعها طيب طبعا هي مصنعة عندنا هنا من الكوارترز الوردي الوردي هذا خاص جدا للانتفاخات طبعا للوجه وتصريف السموم وعندنا هنا اللي هي من بلورة تشي هذا برضا خاصة بتصريف الدهون ففي عندنا دهون انتوا حتقولين تسألوني كيف دهون فيه دهون حوالين محيطة العين فهذه جدا جدا مفيدة لحوالين العين ولليفتين لشدة البشرة وكيف طريقة استخدامها بتكون؟ طبعا أول شي أنا أنصح أي سيدة أنها تروح عند أخصائية والأخصائية تنصحها كيف تستخدمها طبعا ما حاجة أنا أحطها على بشرتك وأستخدمها لأنها تحريك طاقة راكدة جوة بشرتك فأنت بتحرك الدورة الدموية بطريقة معينة وتحفز الكولاجين والأكسجين اللي موجود جوة البشرة يعني مو كل شخص بيستخدمها بنفس الطريقة؟ لا المفروض أن أنت تروحي أول شي عند أخصائية أو طبعا ما شاء الله تبارك الله اليوتيوب والأشياء هذه طبعا سارت بتعلم البنات فتشوفي أنت كيف تستخدمها بطريقة معينة طبعا حوالينا العين بطريقة معينة عند الرقبة طبعا تحفيز الرقبة وشدها برضو بطريقة معينة يعني أنتوا لو تلاحظين أنه هنا في كل حتة لها إحنا لما نشوف شكلها نتوقع أنه ممكن يكون استخدامها صعب يعني مثلا على أي زاوية بيستخدمها كل جهة منها على أي منطقة بتكون طبعا هنا عندنا زاوية الوج بالطريقة دي زاوية الرقبة من دي الحدبة تمام؟ ومن عندنا هنا للعين وطبعا هذه خاصة جدا للعين